وقعت محافظة العاصمة مذكرة تفاهم مشتركة مع مدينة شينزهين بجمهورية الصين الشعبية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المدينتين وفتح أفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية وغيرها من هذه المجالات يأتي ذلك ضمن إطار زيارة يقوم بها وفد صيني رفيع المستوى برئاسة السيد شي تشين عمدة مدينة شينزهين إلى المملكة بدعوة من مجلس التنمية الاقتصادية وتعد زيارة وفد من مدينة شينزهين الصينية إلى المملكة الأولى من نوعها وتحمل فرصا استثمارية واعدة بين البلدين في ظل ما يتمتع به البلدان من علاقات متميزة ورؤية مشتركة حول العديد من القضايا الاستراتيجية وقال سعادة الشيخ خشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة إن الزيارات الرسمية المتبدلة بين قادة ومسؤولي البلدين الصديقين شهدت زخما كبيرا في الفترة الأخيرة ما يعكس الرغبة الصادقة لدى الطرفين في فتح أفاق جديدة من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة يذكر أن الاتفاقية ستكون باكورة عمل نحو تنفيذ مشاريع مشتركة بين المدينتين الأمر الذي بدوره سيصب في تعزيز شراكة طويلة الأمد ومنفعة مشتركة لها أبعادها الإيجابية ترجمة نانسي قنقر